اشتركوا في القناة وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة بمالكي نادي ألمنتس الرياضي البطل علي سينا منفردي والسيد أحمد عقيل عبدالله وعدد من أعضاء النادي واللعبين وأشهد اسموه بالجهود التي يبذلها نادي ألمنتس الرياضي في خدمة الرياضة بالمملكة من خلال البرامج والأنشطاء التي تسهم في تحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة وتدعم الجهود في رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية الرياضة في محاربة الأمراض المزمنة واعتبارها نمط حياة صحي للجميع وقد اطلع سموه على البرامج التي يقدمها نادي ألمنتس الرياضي وخططه للمرحلة المقبلة منوها بالدور الذي تلعبه الأندية والصالات الرياضية ومراكز التدريب في تعزيز الرياضة وأنماط الحياة الصحية ومفاهيم ثقافة الرياضية الصحيحة ما يساعد على تحسين صحة الأفراد وتنمية المجتمعات مؤكدا سموه على أهمية الدفع بإسهامات هذه الأندية والصالات والمراكز وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الرياضية للعمل نحو تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير في مستوى الرياضة والرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المشاركات من جهتهما قدم مالكا نادي ألمنتس الرياضي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على زيارة التي قام بها سموه مؤكدين أنها تعكس تقدير سموه لجميع الجهات الرياضية وحرص واهتمام سموه على تعزيز التواصل بهدف الدفع بالجهود نحو الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية ومراكز التدريب زيارة الشيخ خالد الله يحفظه حلم ما أقدر أوصفه لأنه كنادي لفن قتالي أكبر داعم للألعاب القتالية مجرد زيارة لنا واعترافه في نادينا يعطينا نوع من الثقة في النفس أن نستمر بنفس الشغل ونسوي الأفضل ومجرد وجود نادي مثل نادينا هو من فضل جهوده وجهود سموه الشيخ ناصر مو بس في الرياضة بالأخص للرياضات القتالية نحن من أكثر الأشياء التي يمكننا مراكزين عليها في الفترة الماضية هو تأسيس الأطفال لأن في النهاية الأطفال هم المستقبل فتركيزنا وايدة حين والأطفال وبالعكس هو يعطينا دعم لا منتهي ووصى أن إن شاء الله بيكون في أحداث وبطولات أكثر للأطفال الكبار في الشهر القادم إن شاء الله